حكايات وأحلام زينة بنت في العشرة من العمر تهوى الحكية والحكايات في مساء كل يوم بعدما تنتهي من واجباتها المدرسية تطلب من والدتها أن تجلس معها في غرفتها لتحكي لها ما علمتهم الأستاذة أثناء الحصة تجلس الأم سعيدة مع ابنتها تنصت إليها باهتمام وتركيز شديدين وهي تحكي قائلة في حصة اللغة العربية تعلمنا الأستاذة وداد كيف نكتب قصصا جميلة وأشعارا حلوة وأثناء النشاط تدربنا على التخيل بتدريبات رائعة لا نستطيع أن نؤديها وحدنا تشير إلينا قائلة قفوا أغمضوا أعينكم تنفسوا نفسا عميقا نتنفس نفسا طويلا نحبس الهواء داخل صدورنا الصغيرة قليلا ثم نخرجه من بين شفاهنا ببطء شديد من غير أن نفتح أعيننا ثم نجلس بهدوء والأستاذة تعد واحد اثنان ثلاثة ترسم لنا الأستاذة دائرة كبيرة على الصبورة تسميها دائرة الأحلام وتطلب منا أن ندخلها بهدوء فندخلها مصرورين ثم تحكي لنا حكايات عجيبة فنتخيل أنفسنا أمراء وأميرات تحكي الأستاذة وتحكي فنتخيل أنفسنا كائنات صغيرة تحلق في الفضاء نتقافز بين النجوم بأجنحة رقيقة كالفراشة نرقص ونصنع أشكالا بديعة بين الطيور في السماء ثم نغوص في أعماق البحار والمحيطات نسبح وسط الأسماك والشعب المرجانية وكائنات البحر المدهشة بعد قليل نصعد ثانية إلى الأرض نزرع طمارا ونباتات تكفي كل العالم نداوي الجرحى وننقط المصابين نصبح أمطارا تطهر الجو من التلوت نصبح أشجارا وطيورا بديعة اللون نصبح شلالات ماءها كألوان الطيف نصبح أقلاما ترسم عالما جميلا هادئا بغير حروب نصبح سفنا وبحارا وأعلاما ترخرف وجندا تحمل وطن من الأعداء نصبح 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 ثم نصح من الأحلام إذا دق الجرس وانتهت حصتنا فنغضب لمرور الوقت سريعا بعد التدريبات الجميلة تطلب من الأستادة أن نكتب أحلامنا كما تخيلناها نفرح بهذه اللعبة ونعد في صباح اليوم التالي سعداء نحمل حكايات وقصصا وأحلاما كثيرة تفرح بها الأستادة وتقول أنتم موهبون ستصبحون أدباء متميزين ثم تأخذ في تقديم ملاحظاتها القيمة فنفرح بها وننتظر شهادات التقدير التي ستكافئنا بها إذا أعجبها ما كتبناه من أحلام وحكايات وعندما تنتهي زينة من حكي الحكايات لأمها تسكت قليلا عن الكلام ثم تقول عندما سأكبر يا أمي سأكون أديبة مشهورة أكتب للأطفال الحكايات والقصص وأعلمهم كيف يحولون أحلامهم إلى حكايات مثل ما تفعل أستادة وداد حكايات وأحلام زينة بنت في العشرة من العمر تهوى الحكي والحكايات في مساء كل يوم بعدما تنتهي من واجباتها المدرسية تطلب من والدتها أن تجلس معها في غرفتها لتحكي لها ما علمتهم الأستادة أثناء الحصة تجلس الأم سعيدة مع ابنتها تنصت إليها باهتمام وتركيز شديدين وهي تحكي قائلة في حصة اللغة العربية تعلمنا الأستادة وداد كيف نكتب قصصا جميلة وأشعارا حلوة وأثناء النشاط تدربنا على التخيل بتدريبات رائعة لا نستطيع أن نؤديها وحدنا تشير إلينا قائلة قفوا أغمضوا أعينكم تنفسوا نفسا عميقا نتنفس نفسا طويلا نحبس الهواء داخل صدورنا الصغيرة قليلا ثم نخرجه من بين شفاهنا ببطء شديد من غير أن نفتح أعيننا ثم نجلس بهدوء والأستادة تعد 1-2-3 ترسم لنا الأستادة دائرة كبيرة على الصبورة تسميها دائرة الأحلام وتطلب منا أن ندخلها بهدوء فندخلها مصرورين ثم تحكي لنا حكايات عجيبة فنتخيل أنفسنا أمراء وأميرات تحكي الأستادة وتحكي فنتخيل أنفسنا كائنات صغيرة تحلق في الفضاء نتقافز بين النجوم بأجنحة رقيقة كالفراشة نرقص ونصنع أشكالا بديعة بين الطيور في السماء ثم نغوص في أعماق البحار والمحيطات نسبح وسط الأسماك والشعب المرجانية وكائنات البحر المدهشة بعد قليل نصعد ثانية إلى الأرض نزرع طمارا ونباتات تكفي كل العالم نداوي الجرحى وننقط المصابين نصبح أمطارا تطهر الجو من التلوث نصبح أشجارا وطيورا بديعة اللون نصبح شلالات ماءها كألوان الطيف نصبح أقلاما ترسم عالما جميلا هادئا بغير حروب نصبح سفنا وبحارا وأعلاما ترخرف وجندا تحمل وطن من الأعداء نصبح 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 ثم نصح من الأحلام إذا دق الجرس وانتهت حصتنا فنغضب لمرور الوقت سريعا بعد التدريبات الجميلة تطلب من الأستاذة أن نكتب أحلامنا كما تخيلناها نفرح بهذه اللعبة ونعذ في صباح اليوم التالي سعداء نحمل حكايات وقصصا وأحلاما كثيرة تفرح بها الأستاذة وتقول أنتم موهبون ستصبحون أدباء متميزين ثم تأخذ في تقديم ملاحظاتها القيمة فنفرح بها وننتظر شهادات التقدير التي ستكافئنا بها إذا أعجبها ما كتبناه من أحلام وحكايات وعندما تنتهي زينة من حكي الحكايات لأمها تسكت قليلا عن الكلام ثم تقول عندما سأكبر يا أمي سأكون أديبة مشهورة أكتب للأطفال الحكايات والقصص وأعلمهم كيف يحولون أحلامهم إلى حكايات مثل ما تفعل أستاذة ويداد